بوبا من موريتانيا تقول لو أن رجلا أراد خطبة فتاة يأتي تقول عندنا يأتي بالمصحف والسجادة وتسابيح فهل هذا الفعل صحيح؟ بوبا من موريتانيا هذا الفعل من البدع ومن المحدثات فالرجل إذا أراد أن يتقدم لخطبة امرأة ما في حاجة يأتي بسجادة ولا بمصحف ولا بتسابيح أو بسبح كل هذه من البدع هذه كلها من البدع وإنما يأتي ويتقدم إلى ولي أمرها ويقول أريد أن أتزوج فلانا ثم يحصل العقد يقول والد الفتاة زوجت كابنتي ويقول الزوج قبلت مع الشهود وهذا هو الزواج الزواج يعني في الشريعة ليس في هذه التعقيدات ولا في هذه البدع ابن عمر رضي الله عنه زوج وهو يطوف حول الكعبة كان يطوف وقال له شخص أريد أن تزوج ابنتك فلانا فزوجه ما فيها التعقيدات للأسف الشديد دخل على الزواج بدع ومحدثات عجيبة يعني بعض الناس الآن يقول نقرأ الفاتح وين و أين الدليل أين الدليل من كتاب الله في القرآن على أن من تقدم المرأة يقرأ الفاتح وخلاص في السنة هذه دواوين السنة عندنا الصحاح و السنان و المسانيد و المعاجم ما فيها شي من هذا في آثار الصحابة ما في شي فعلى الناس أن يتبعوا و أن لا يبتدعوا ما في شيء اسمه قراءة الفاتح ما في شيء اسمه جيب المصحف أو جيب سبح أو جيب حط سجادة هذا كل منه منه حتى للأسف الشديد بعض المأذونين يمارس طقوس عجيبة جدا مأذون اللي يعقد يمارس يعني طقوس عجيبة و الناس ينقلونها ينقل بعضهم عن بعض المصافح مثلا يقول للمتقدم يقول ضع يدك في يدي والد الزوج أين الدليل و بعدين بعضهم يقول لا أجيب المنديل و يغطون اليدين و يضع الإبهام على الإبهام أين الدليل هذه محدثات وبدع على الناس يعني نحن في زمن العلم ولله الحمد في زمن انتشار السنة في زمن انتشار المعلومة الصحيحة ولله الحمد و المنة على الناس أن يتقوا الله و أن يراجعوا أنفسهم و لا يجوز لأحد يقول إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون و لا يجوز لأحد يقول والله نحن عشنا على هذا الإنسان دائما يلتزم بشرع الله يقول ماذا قال الله و ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و بعدين هذا تشدد و تعقيد يعني بعض الناس الآن إذا قلت له السنة كذا قال تشدد أبي ربكم التشدد يكون في تبسيط مسائل الزواج على وفق الهدي النبوي و إلا بمثل هذه التعقيدات جيب سجاد و جيب مصاحف و جيب سبح و ضع يدك في يد الولي البنت و جيب منديل و غطي اليدين يعني الشغل كهانة هذا ما يصلح فيا بوبا بارك الله فيك نبه الناس عندكم بترك هذه المحدثات و ترك هذه البداع ما فيه داعي يتقدم الزوج إلى والد الزوج و يقول له والد البنت يقول له زوجتك ابنتي فلانة و يقول قبلت و في شهود يشهدون خلاص تم النكاح خلاص انعقد النكاح يبقى قضية التوثيق عند المحكمة و أكيد يكون مأذون شرعي موجود مارك الله فيك و أسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع و أن يزوج الأيام إنه على كل شيء قدير